تنوع واضح في المشروبات والأطعمة الخالية من السكر بديل يعتقد أنه صحي ويلجأ إليه الكثيرون لتقليل السعرات الحرارية المستهلكة في اليوم وفي ظل الحملات التسويقية للمنتجات تلك بدأ الكثيرون أكثر اقتناعاً بأن السكر الصناعي أفضل الخيارات المطروحة لكن في الحقيقة أن أضراره أكثر بكثير من منافعه على الأقل في إطار تقليل الوزن بحسب الدراسات الأخيرة هناك بروتينات معينة يتحسس بعض الناس منها وأعتقد أن هذا التحسس يسبب أثراً ضر قد تتراوح الأثر الضر بين الصداع والأرق ونوبات القلب المتسارعة وقد تصل أحياناً إلى ارتفاع ضغط الدم والطرابات في الدورة الدموية وبحسب الخبراء فأن تناول تلك المشروبات المحلات بالسكر الصناعي تسبب خداع الدماغ وبالتالي يتناول المستهلك كميات أكثر فأكثر الأمر الذي يسبب الزيادة في الوزن لا سيما في منطقة الخصر وكذلك الإصابة بالأمراض أعتقد هذا ما يهمنا سأف هناك بدائل كثيرة يمكننا اللجوء إليها لتحدي تلك العادات التي قد يفقد البعض السيطرة عليها لاحقاً البدائل قد لا تروق للكثيرين ولكن شرب الماء الخالي من النكهات الصناعية أفضل الخيارات المطروحة لما تسببه تلك المشروبات من أضرار قد تستوجب من البعض التفكير مرة أخرى قبل شربها وللمزيد رحبوا بسهة خوري اختصاصية التغذية أهلا وسهلا فيك معنا سهة أهلا يعني يبدو أن المشروبات الحمية أو القليلة السعرات الحرارية يعني اللي كنا نعتقد أنه ممكن تكون صحية أكثر هي مش بالضبط صحية بالضبط هي بتحمل أضرار كبيرة كثير ناس لما بشوفوا كلمة دايت على أي مشروب أو أكل بفكروا أنه بالضرورة هذا بيكون صحي ولكن لازم الواحد يفحص الموضوع أكثر الأبحاث مع السنين زي ما حكوا في التقرير أثبتت أضرار المشروبات الغازية الدايت وأنها لا تقل خطورة عن المشروبات الغازية المحلات الطبيعية فمثلا بالنسبة للسمنة اكتشفوا أنه استهلاك المشروبات الغازية الدايت بعمل تشويش للدماغ الواحد لما بيشرب بأشي حلو حتى لو كان محل بأشي استناعي الدماغ ما بميز أنه هذا استناعي أو هذا طبيعي فبصير تهيؤ للجسم في إفراز الإنسولين عشان يهضم أو يستقبل هذا السكر ولكن لما الواحد بيشربه ويطلع سعرات حرارية فارغة بيظل الجسم في حالة تأهب لاستهلاك سعرات حرارية فبترتفع الشهية وهذا السبب هو وهذه الظاهرة هي وراء السبب أنه الناس لما بتشرب مشروبات غازية دايت بتصير تستهلك حلويات أكتر وكميات أكبر من الطعام بشكل عام بياخدوه على الغداء أو مع الوجبة يعني هذا كمان زي ما بتقولي أنه ممكن يزيد الرغبة أنه الواحد يأكل أكتر مع أنه بيقوله أنه بيسهل الهضم مثلا أو ممكن أنه يساعد على الهضم لأي مدى هذا الكلام صحيح هو الحقيقة اللي بيصير أنه لأنها مشروبات غازية فلما بتوصل للمعدة بتعمل تمدد في غشاء المعدة فإذا الواحد بيكون ماكل كتير وواصل لحد التخمة هي مش أنها بتهضم الأكل الأدمهية إنها بتوسع المعدة فمع الوقت يعني إذا الواحد بيضل يعمل هاي الطريقة إنه بيأكله كتير وبعدين بيروح بيشرب مشروبات غازية هاي الممارسات بتأدي مع الوقت لزيادة في حجم المعدة فهي مش أنها بتهضم أدمهية بتغطي الإعراض المشكلة في كتير أنواع مشروبات غازية اللي هي خالية من السعرات الحرارية أو قليلة يعني سؤال هل كلها بنطبق عليها هذا الكلام أو إنه فيه يعني مشروبات معينة اللي الموضوع مختلف عندها يعني بتقصدي على مثلا فيه السودا اللي هي بدون طعم يعني بتكون مثل المي ولكنها مع غاز هل كمان هاي ممكن نكون فيه لها تأثيرات سلبية بالضبط لأنه إحنا بنحكي أي مشروبات الغازية بيكون فيها نسبة عالية من الفوسفور الفوسفور بفيقله أثار سلبية كبيرة على العظام وهذا الشي موضوع جدا مهم لفئة الأطفال بالذات والمراهقين والستات الحوامل والمرضعات أي فئة اللي هم بحاجة لكمية عالية من الكالسيوم عشان يحافظوا على كثافة عظام لمن بهذا الوقت بيستهلكوا مشروبات غازية أي إشي فيها مشروبات غازية مع الوقت بيفقدوا كالسيوم من العظام فبتصير العظام مع السنين فيها هشاشة بسبب الفوسفور الموجود في المشروبات الغازية لازم ننتبه كمان على هاي النقطة بزبط إذا حتى بالمركبات موجود فوسفور هو دايما بيكون في المشروبات الغازية فعشان هيك دايما الأفضل للواحد يأخذ بدون مشروبات كمي مثلا عادية مش يعني غازية شو رأيك بالعصائر الطبيعية يعني إحنا كتير مرات منقول أنه هذا عصير طبيعي وفرش وصحي شو رأيك بهذا البديل بزبط زي ما أنا حكيت كلمة دايت مرات بتعطي انتباعات خاطئة كمان كلمة طبيعي هنا للعصير برضو بتعطي انتباعات خاطئة خاطئ لأنه لما منمسك الفاكهة ومنعصرها إحنا قاعدين منستهلك السكر الفواكه وإحنا منكب الألياف الألياف الفواكه بتعطي شبع للجسم وفي إلها فوايد كتير في تنزيل الكوليسترول ولكن استهلاك مثلا أعطيك مثال إذا نقارن بين أن نأكل تفاحة أو نشرب عصيرها عشان أكل تفاحة بدي شوية وقت عبين ما أمدغ وابلع وعبين ما توصل الأمعاء وأحس بالشبع هلأ لما باخد التفاحة وبعصرها بطلع لنصف كاسة نصف كاسة عصير بشربها بهقل من نصف ثانية وبحس حالي لست بدي أكل فأول إشي ما بتشبع بعدين استهلاك كمية عالية من السكر خمسين سعر حرارية في نصف كاسة يشرب كاسة وكاستين كل يوم نحكي 100-200-300 سعر في الكاسات هدولة وغير إنه ما فيش فيها ألياف فكمان استهلاك كمية عالية من السكر الفواكه بيرفع دهنيات في الدم بيعمل كرش فإحنا كتير لازم نكون منتبهين من كلمة الطبيعي هنا مش بالضرورة إنه إذا عصرنا في البيت يعني طبيعي لا نوكل الفواكه كتير أفيد من إننا نشرب عصيرها هذه القاعدة العامة إن المشروبات الغازية والعصير الطبيعي شو ضل عنا؟ ضل عنا الحليب ضل المي ناس كافي كل الأشياء الزهرات الشاي كلها هاي مفيدة من زنجبيل من شومار شو ممكن نشرب بصفير؟ في شاي بارد برضو بقدر واحد مع تلج مع لمون ممكن لمونادة لمونادة عصير لمون كمية صغيرة طبعا واحد مش راح يقدر يشرب كمية كبيرة بس منقدر نضيف لها مي نعنع فكل هاي الأشياء التشكيلات يعني بدو يتوجه إلها وبالذات أنا بركز على المي لأنه مهما رحنا وجينا فتشنا مشروبات هون وغاد بيضل في النهاية المشروب الطبيعي الوحيد اللي الجسم بحاجة إله هو طبعا مكون الجسم معظمه من إيش من المي فهذا هو المشروب اللي الجسم بحاجة لإله لأنه إحنا 75% من جسمنا مي نعم فإحنا في النهاية هذا هو المشروب اللي إحنا مننصح فيه باستهلاكه لأنه أحسن شيء للكلة أحسن شيء للخلايا أحسن شيء لكل صحة الجسم وخاصة للأطفال هل بشكل عام يعني بتنصح الأهل أنه أكثر يبتعدوا عن المشروبات الغازية؟ بالذات الأطفال والمراهقين لأنهم في هاي المرحلة هم عم ببنوا عظام فإحنا لما منعطيهم هيك أول شيء منعرضهم للسمنة لها شاشة العظام للسكري كمان حتى كل المشروبات الغازية سواء هي مع سكر طبيعي أو دايت هي بترفع من احتمالات الإصابة بالسكري بشكل كبير فإحنا قادين من أسسهم على الأمراض المزمنة فهدول الأطفال والمراهقين ما بلحقوا يصيروا شباب ولا في عندهم لائحة طويلة عريضة من الأمراض المزمنة اللي هم رح يتعالجوا إلها معلومات مهمة جدا يعني أنا رح أستغني عن كتير مشروبات الماي من يوم وغاد فهخوري اختصاصيتي التغذية شكرا جزيلا لوجودك معنا أهلا